السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سنرى الانيوم من السلول مثلا لدينا هذه السلول نكتفها على سبيل المثال ونزدها قليلا في هذا الشكل نزدها قليلا تلاحظوا انها قليلا ونزدها قليلا تتكلمت في هذا المكان يمكن أن تتكلمت في الجهة الأمام يمكن أن نقوم بإضافة هذه المشكلة ونزدها ونزدها يمكن أن نقوم بإضافة الانيوم إذن هذة ثلاثة انتعوا عليكم وهما المسؤولين على واحدة لليومو نتعت إما جوش أو لضغوة أو لسونتر ثم كان لدينا واحد من نوع آخر لليومو هي أنه هو شكنف التحت أو اللف في الوسط أو اللعف الأعلى وهذه ثلاثة اختيارات مسؤولين عليهم مدلكون بهذا الشكل تلاحظوا أنني لكيكت على أعلى طلعت هذه الفوق ثم سونتر أبطت للسونتر وهذا هو اللي غالبا يستخدم السونتر في الوسط والسونتر في الفوق إذن هذة هي الطريقة كيف هاش ندير واحد نغيير لليومو دي الواحد للسلول عندي كيف أنني سيليكسوني هذة السلول و أبخيطاً أبليك على العملية وممكننا هذة التغيير هذا نديره بالزبط للسلول انتلاقاً نستيليكسوني بهذا الشكل هذا حدد دوك السلول كلهم اللي بنخدم فيهم و بعد ندير سونتر سونتر بعد شكل أو لا ندير طب في الفوق و جهة ليسا و سيكتفي بعض القدرات حتى الدرس مقبل إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته